كان المشاع والمتداول على ألسنة المحللين والمعلقين العرب وصف القيادة العليا في إيران بالحنكة والشطارة وبإتقان اللعب بالأوراق مع القوى الدولية الفاعلة وهو ما أبقى النظام مؤثرا وفاعلا إقليميا ودوليا إلى حد بعيد ولكن الواقع يخبرنا بغير ذلك بالمرة فهي حين تمكنت بسبب أو بآخر من احتلال أربع عواصم عربية مهمة وفرضت سيطرتها الكاملة تقريبا على مؤسسات الدول الأربع وثرواتها لم تختر للنيابة عنها في إدارة هذه الدول أشخاصا يتمتعون بالوعي والثقافة والكفاءة والخبرة وحسن السلوك والنزاهة والترفع عن الصغائر واحترام كرامات الناس وأموالهم بل إنها لم تمنعهم من البطش والقمع والظلم والاعتداء على مواطنيهم وشجعتهم على اختلاس المال العام وتهريبه إلى مصارفها في طهران وباركت متاجراتهم بالمخدرات وتزويرهم للشهادات وساهمت معهم في كل هذا التخريب والإفساد والتجهيل ولم تتوقف لقد كانت هذه سياستها حتى مع أبناء طائفتها من اللبنانيين والعراقيين ولو كانت محنكة وذكية كما تقولون وتنظر للبعيد لن تهجت سياسة أخرى مع شعوب مستعمراتها ولقامت بمساعدة هذه الدول على التنمية والإعمار وتحسين مستوى المعيشة وتوظيف الأموال في تطوير مؤسساتها وتوفير أقصى ما يمكن من خدماتها الضرورية للمواطنين لكسب رضى المعارضين لاحتلالها قبل المستفيدين منها وطبعا ونتيجة لهذه السياسة القاصرة كان متوقعا أن تفاجأ بموجات واسعة من الفرح والتشفي بالاعتداءات الإسرائيلية على معسكراتها وميليشياتها وعلى اغتيال قادتها ليس من المواطنين المتضررين من سلوكها وسلوك أكلائها بل ممن رفعتهم من آخر الصفوف وجعلتهم مزراء ونوابا وسفراء وقادة أمن وجيش وأصحاب ثروات لا يمكن إحصاؤها وحالات القرز من الزورق الإيراني بأشكال متعددة لا يمكن إنكارها أول مواقف التمرد على التمدد الإيراني في المنطقة جاء من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي لم يكن يجرع على معارضة إيران قبل هذا لا قولا ولا عملا خصوصا وأن الذي اختاره وأسر على وضعه في منصب رئاسة الوزارة هو حزب الله ومنظمة أبل ومباركة إيران طبعا نجيب ميقاتي هذا أعرب صراحة وعلنا عن استغرابه من حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الذي أعلن في مقابلة حصرية مع اللوفيغارو أن طهران مستعد للتفاوض مع فاريس بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب من البلاد وهو شرط أساسي لعودة السلام قال ميقاتي أن هذا الموقف يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصايا مرفوضة على لبنان وتابع قائلا أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي 1701 تتولاه الدولة اللبنانية ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسياسية ولم يكتفي بالاحتجاج الكلامي فقط بل استدعى السفير الإيراني في لبنان وسلمه احتجاج الحكومة على تصريح قلباف وهذا لما لم يكن يحدث من قبل ولا في الأحلام ثم لا يمكن إهمال موقف بشار الأسد الأخير من مجازر غزة ومن اغتيال قادة حماس وقادة حزب الله ولا من عمليات الحرق والتدمير الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا من حملات القصف المستمر لمواقع مهمة في سوريا وليس لهذه المواقف غير الحميدة تجاه حلفائه الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين تفسير سوى نكران جميل إيران وحزب الله وحماس عليه وعلى نظامه الذي كان قد تهاوى وأوشك على الانهيار تحت ضربات المعارضة الشعبية في عام 2011 فالأخبار تقول إنه راح يغلق بقرات حزب الله ويصادر أسلحة ومعدات تابعة لميليشيات إيرانية أخرى في سوريا مع صمت مطبق على تغلغل القوات الإسرائيلية إلى الداخل السوري من الجولان وعلى غاراتها المتكررة على مساكن مدنية داخل العاصمة ذاتها لقتل مواطنين سوريين ومعهم قاد عسكريون ومدنيون إيرانيون